والآن حان موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة أخبار الاقتصاد مع ليلى عمر إليك ليلى شكرا لك هيبة شكرا محمد ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية واشددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها كما أكدت الهيئة أنه تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2021-2022 مع تخصيص نحو 190 مليار ونصف المليار جنيه في الموازنة العامة 2022-2023 وأكذا تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من الأول من إبريل من عام 2022 لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأشرت الهيئة إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات من الأول من نوفمبر من عام 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيه سنويا ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة سوق العقارات العالمية بلغت نحو 3.69 تريليون دولار عام 2021 جاء ذلك في تحليل أصدره مركز المعلومات استعرض خلاله سوق العقارات عالميا ومحليا من حيث الأرقام والمؤشرات والتحديات التي تواجهه تضمن تقرير المركز سوق العقارات في مصر حيث توقع أن تسجل سوق العقارات التجارية في مصر نموا مركبا يقدر بـ 5% خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2027 أكد أمين عام التحدي الغرف التجارية على أعز توفر السلع بكمية كبيرة في الأسواق واستقرار الأسعار مشيرا إلى عودة أسعار الأعلاف إلى طبيعتها وشدد أمين عام التحدي الغرف التجارية على التواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات ومستلزمات الإنتاج بالمصانع والسلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراد من المواني لضمان توفر رصيد كامل يكفي لنحو شهرين حتى تعمل المصانع بشكل كامل وبكامل تقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار والذي يتكامل مع رصيد الاستراتيجي للدولة والذي يتراوح من أربعة إلى ستة أشهر للسلع الأساسية والتموينية ذكرت وزارة البيئة أنه تم تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي بالتعاون مع وزارة البترول وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من التلوث بخالج السويس جاء ذلك خلال جولة لوزيري البيئة والبترول لمشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطع البترول بمنطقة خليج السويس للتأكد من التوافق مع قانون البيئة ولائحته التنفيذية وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات القومية في أعقاب مؤتمر المناخ كوب 27 وللمزيد حول جولة وزيري البيئة والبترول بمشروعات الإصحاح البيئي مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني معنا نحييكم مشاهدين داخل إحدى هذه الجولات البحرية مع معالي وزير البترول المهندس طارق الملة لاتمئنان على الثروة البحرية وأيضا على الشعاب المرجانية هنا في البحر الأحمر معي الوزير أهلا بحضرتك على شاشة القناة الأولى وحدثنا عن هذه الجولة البحرية هنا في البحر الأحمر إحنا استكملا للزيارة المدنية اللي بدأناها النهاردة الصبح في بعض المواقع عندنا في خليج السويس يمكن شوفنا محطات معالجة مياه الصرف البترولي في أحد مواقع الشركات بتاعتنا ويمكن شوفنا من العروض التقديمية الجهود اللي تمت على مدار السنتين اللي فاتت على أن احنا بنعيد يئما تأهيل يئما بنحط محطات جديدة لتكون متوافقة بيئيا وتكون على أعلى مستوى من المعايير الدولية وبتكنولوجيات حديثة لمعالجة مياه الصرف البترولي وده طبعا في خطة علشان تحديث هذه المنصومة لأنه طبعا إحنا جهودنا كلها بتتكاتف علشان خطر التنمية المستدامة وناخد بالنا من أن البيئة البحرية بتاعتنا تبقى غير ملوثة ولا سيما أن احنا بنتكلم على نشاط مهم للاقتصاد القومي هو انتاج البترول وبالتالي يجب أن احنا نكون متأكدين احنا مع زيادة انتاج البترول بنحافظ على البيئة المحيطة ولا سيما البيئة البحرية لما نجي نتكلم على البيئة البحرية سواء بالتناوع البيولوجي فيها من أسماك أو من شعاب مورجانية السبب في أن احنا بعد استكمال الجولة الميدانية في المصانع المعالجة اللي انتوا شفتوها النهاردة احنا كمان بنتلع بالمركب زي ما انتوا شايفين النهاردة وشايفين مع بعض في البحر الشعاب المورجانية وشكلها ايه وان هي موجودة ومستوها متميز وجيد في سوق المال انهت البرصة المصرية تعاملات في اولى جلسات عام 2023 بارتفاع جماعي للمؤشرات وارتفع رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 996.296 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.48 من المئة في المئة إلى الاسواق الخليجية حيث حققت اغلب مؤشرات الاسهم الرئيسية بداية جيدة لعام 2023 وارتفع مؤشر ابو ظبي بنسبة 4 من 10 بالمئة كما زاد المؤشر القطري بنسبة 1.4 بالمئة وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 3 من 10 بالمئة في المقابل تراجع مؤشر دبي 2 من 10 بالمئة وكذلك هبط مؤشر البحرين بنسبة 4 من 10 بالمئة ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة اخرى لمحمد وهبة اليكم من جديد أشترك ليلى